مثل السلع هذه تذهب للثاكانات كما هذك الوحدات او الثاكانات او المدارس او كاين هناك مسئول للنتندنس و كاين رئيس ثاكانة الكموندون تعليميتي الكموندون تعليميتي لازم يدعي البايتاو يدعيه سلعة لانهو مش داخل في المال يدعيه سلعة رئيس المسئول للنتندنس يدعيه سلعة ايضا وهذه السلعة مرة تتبع برا سلعة او تتمد او صرته لكان اكل يذهب للبيوت يذهب للنساب يذهب للاصحاب يدعيه بالاحتفالات و بعد ذلك ماذا يدعيه ؟ المسئول على البيماء مجازيني هذك ثاني يجب ان يدعي البايتاوه و المسئول على الكوزين على الاكل والشرب والتنظيف يجب ان يدعي البايتاوه في الغالب هذون سيب برتبة مساعدة سيديزات جيدة في الغالب ماذا يدعوه ؟ باش ما يقلقوهم الضباط نتعي الكوزين عام خلاص هو هو يسيطر يجوه يجيه كابيتان تعلينيتي تعلينيتي يعمر لهم مرة مرة يعمر لهم العمال والجنود يشوفوا صف الضباط يشوفوا الضباط الصغار يشوفوا أنا كنت نشوفها لما كنت ندعي الخدمة العسكرية كنت نشوف كانوا مرات يتهربوا لانهم كانوا يخافوا أنا كنت ضابطوا كنت في مقر الأمانة نتعلون الكوروناي يعني نقدر نظرهم يعني لكن كانوا يشوفوا يجوه يجوه في الضباط يقولوا لا نطلب يا روم جاوب وقال الماكلة البارح وغلالا رونا أغير في السنك وكذا وكذا هذا ما زال كانت الجزير من باس رأنا في الثمانينات كانت ما زال البلد كانت ما زال فيها شوية خوف من الربي أو خوف من القانون الآن راحت والآن ساعدكوا يدخلوا ليسوا بمجمعوا فيها الجنود والنوادي أسعار كلها ارتفعت كل الأسعار اللي كنت اتشروها رايزدت بحوالي ما بين 30 و 70% وفي النوادي كاين نهب ليس له حدود علاش كاين كثير من الجنود ندموا انهم قاجاو كاين كثير من الجنود داروا ملفات او في الضباط او الضباط ملفات انتع انه عنده امراض نفسية او جنون او باش يخرج الملفات الزرقاء كاين كثير من العسكريين اللي يراهم جايعين رانا نقول لكم راكم جوعوا في الجيش راه مكنش رقابة راه دولة القانون هي اللي تحمي هذه الاشياء وتحمي البساطة وتحمي الضعفاء بكل اسف والم كثير من الجنود لما تشوفهم في وجهه تشوف باللي عنده المال نيتريسيوم باللي عنده سوء تغذية او صف الضباط او الضباط شوفوهم في وجوههم خاصة اللي في الزينة اللي بعاد و اللي وين ما يلقوش وبعض الجنود هذيك ثلاث ملايين ولا ربع ملايين حتى خمس ملايين اللي يعطوها لجندي ولا صف الضباط يصرفها غير على الصندويتشات كي يلقى وين يشير الصندويتش او وين يشير الململي هذا العبث يجب ان يتوقف هذا النهب يجب ان يتوقف الجيش بهذه الطريقة تضروه تضروه بقوة الجندي الجائع والجندي الخائف ما يقدرش يقاتل اذا دعت ضرورة الجندي اللي يعرف باللي راهم استخدمينه كعبد او الجندية العسكرية كجارية لن يقاتل ولن يؤمن بهذا الوطن وكون يصيب الهربة يهرب اراكم تلعبوا بالبلاد وتلعبوا بالعباد وتلعبوا بالجيش الخزي والعار عليكم اشتركوا في القناة